أكد البروفيسور هارفي أولتر العالم الأمريكي في الفيروسات الحائز على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب لعام 2020 ومكتشف فيروس الالتهاب الكابدي الوبائي أكد أن مصر يجب أن تفخر بالإنجاز العظيم الذي حققته في مكافحة فيروس الالتهاب الكابدي الوبائي فيروسي وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية لتبادل الأفكار والرؤى تحت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا وذلك ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول صحة إفريقيا أكد العالم الأمريكي أن العمل الشامل الذي يبدأ من القيادة السياسية والمنظومة الصحية في مصر ومصانع الأدوية حقق هذا الإنجاز العظيم إن مصر يجب أن تفخر بالإنجاز العظيم الذي حققته في مكافحة فيروس الالتهاب الكابدي الوبائي سي فالعمل الشامل الذي يبدأ من القيادة السياسية والمنظومة الصحية في مصر ومصانع الأدوية حقق هذا الإنجاز العظيم على الرغم من الإمكانيات المادية الضخمة لدى الولايات المتحدة إلا أنها لم تقم بحملة لمكافحة هذا الفيروس فالأمل قد تجدد بالخبرة التي حققتها مصر في هذا الأمر وإمكانية نقل تجربتها من دولة إلى أخرى لمكافحة فيروس سي اشتركوا في القناة